موسيقى النائب العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة ويتمتع بحصنة قضائية كاملة خاصة الحصنة ضد الإقالة والعزل القصري وحصل النائب العام المصري على هذه الحصنة بعد التعديل التشريعي الذي أدخل على قانون السلطة القضائية عام 1984 وهو ينوب عن الشعب في تحريك الدعاوة الجزائية بعد بلورتها وسياغتها في شكل قانوني والادعاء فيها أمام المحاكم المختصة ومتابعة سيرها أمام تلك المحاكم ويوكل النائب العام في ذلك أشخاصا عنه هم موكلاء النيابة العامة أو ممثل للدعاء في ساحات القضاء ويعود هذا المنصب العريق في مصر إلى عام 1881 حينها أصبح إسماعيل يسري باشا أول نائب عام مصري وبعد الاحتلال الإنجليزي سيطرت بريطانيا على هذا المنصب نظرا لحساسيته وأهميته حتى عام 1908 وفي هذا العام تولى عبدالخالق ثروة باشا هذا المنصب وتعد نيابة العامة في مصر هي الحصن الحصن للمجتمع الذي يلقى إليه طالبا للحماية واستعادة الحقوق فإذا تنازلت عن دورها أو تراجعت فيه أو أهملته اهتز المجتمع بأسره وهو نفس الأمر في حال اختراقها أو التأثير عليها محمد صلاح هنا العاصمة هذا هو منصب النائب العام ونحن هنا نتحدث عن القانون والمنصب وليس أساسا عن أشخاص لكن برضو الأشخاص أسميهم مهمة خلوني أرحب بي ضيوفي الأستاذ عصام الإسلامبولي المحامي والفقيه القانوني والدستوري والأستاذ نور الدين عبدالحافظ عضو أمانة التفقيف السياسي بالحرية والعدالة أهلا بكم يا سيدر أبدأ بيك أستاذ عصام كيف رأيت الخروج من المأزق اليوم هل نحن يعني بعدنا شوية عن صدام كان متوقعا ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لا في الحقيقة دعني أقول أنه في البداية كانت أولى مطالب الصور في حيات الأمر في 25 يناير هو يعني المطالبة باستقالة النائب العام باعتباره أمره ملح مش كرها في شخصه وإنما لأنه على مدى سنوات طويلة هو كان جزء من هذا النظام الذي قامت الثورة ضده قدمت له ألاف البلاغات والشكاوة والجرائم وتقريبا حفظ معظم هذه البلاغات ولم يتم مواجهة هذه التحقيقات أو اتخاذ قرارات فيها إلا بعد هذا وبالتالي هو شارك فيه أمور كثيرة جدا دخل وقعت في هذه الفترة ما قبل ثورة 25 يناير فمطلب ما حدش يختلف عليه إنما علشان آجل أحق هذا المطلب بعد أكثر من 100 يوم في موقعه أنا في رئيس كرئيس جمهورية ثم أجي أعمله بطريقة غير يعني مش عايز أقول إنها غير ذكية إنما غير قانونية وغير دستورية تصطدم مع دستور والقانون ولا أحد على الإطلاق يوافق على طالما أنت اخترت أن الدولة تدار أو أن الثورة تدار بشيء بمنطقة الشرعية الثورية وأنها بمنطقة الشرعية الدستورية فعليك أن تلتزم بالدستور والقانون الدستور والقانون بيمنع عزل القادي أو وكيل النهابة أو النائب العام وبالتالي عليك أن تحترم هذا وفي طرق كثيرة كان منبغي أن تتم بها على مدى المئة يوم أو ما قبل المئة يوم ما تمتش واستنيت لما تحكم في قضية اللي هي القضية المتعلقة بموقعات الجمل علشان تعزله أو تخيله وتحقق مكسب وتقول ده من إنجازات الميت يوم دي الحقيقة يعني يعني أنت ترى أن محاولة قالت أو محاولة عزل أو محاولة أي سنسميها أي حاجة تغيير النائب العام هي محاولة محاولة لإضافة للإنجازات بس أكمل النقطة اللي أنا فيها جزئية مهمة وبالتالي أنت اخترت طريق خطأ تماما لا أقبله أحد بل صعبت المسألة أن أنت النهاردة عندما تقر ببقاءه يعني أنت وضعتنا في مواجهة الحط في حط أسد هنقعد لابسين المسألة دي لمدة ثلاث سنين فالأزمة ما انفجرتش الأزمة زادت نهيك عن بقى مسألة خطيرة جدا ودي أهم الشيء أنت داخل في صدام مع المحكمة الدستورية العليا في القضاء الدستوري وبتعد نص تأموري في الدستور اللي بيتم علشان تقلل عدد المحكمة عداء المحكمة تأموري طبعا الهدف منه قضاء المحكمة الدستورية العليا اتنين داخل في صدام مع مجلس الدولة في القضاء اللي صدر فيها حكم التحلم التأسيسية ومنتظرين القضاء التانية باقي القضاء العادي أنت النهاردة دخلت في الصدام مع القضاء العادي اللي فيه النائب العام لأنه بالفعل النهاردة فيه حالة محساس بالتربص لأن مسألة قدلة خطأ الأغرب من ده أنه بعد ما يصدر القرار يجي ويقولك ما صدرناش قرار بالحالة ده احنا عيناه وفيه في الدنيا حد بيصدر قرار بتعيين شخص نائب عام في وظيفة أخرى يعني بيجمع ما بين الموقعين القرار الإداري في التعريف القانوني والدستوري هو إفساح الإدارة اللي هو يعني مصدر القرار عن رغبته في تحقيق مركز قانون معين هذا المركز قانون معين هو أن يعين سفيرا طالما عينته سفير قال منه ممكن يبقى معين سفير وفي نفس الوقت يبقى ناعم ففيه قرار صدر بتجدل في إيه ويقولك لا ده ما صدرتش القرار ده رغبة ثم المسألة التي قدرت بيها أن فلان فلان يكلموا بالتليفون فيقول له طيب أنا أعتقد ما أضحك عليهم النائب العام استدرجهم عمل لهم فخ وقال لهم آه سوابا قال لهم آه أفكر أو ما فكرش أو أشوف وبعدين يصدروا قرار فيعفوا الخطأ فكانت فضيحة الحقيقة وده سببه أن الاستشارات التي تقدم من بعض حوالين الرئيس الحقيقة بتسبب كارثة ودي مش أول مرة تحصل ده ثالث حدثة حالة الأولى عندما أصدر قرار بعودة مجلس شعب في تحدي الحكم من محكمة دستورية وهذا خطأ فادح لأن الرئيس دولة يبدأ حياته باستضام بسابة القانون والدستور دمسألة خطيرة تاني حاجة عندما يصدر قراره بإلغاء الإعلان الدستور المكامل اللي أقسم عليه وعلى أن يحافظ عليه ثالث حالة كانت مبارحة هل توافق الأستاذ الإسلامبولي حضرتك أنه كانت هذه محاولة لزيادة الشعبية أو إضافة إلى إنجازات الميت يوم كيف ترى كان الخروج من المأزق النهاردة هل توافقون عليه أم ترفونه وكان فيه طرق على فكرة حقولها بقى نسمع بسر أستاذ نوريد بسم الله الرحمن الرحيم أنا أولا أشكر مستشاري السيد الرئيس الجمهورية على توجيه هذه الصفعة المستحقة لرمز من رموز كراكيب الماضي التي يجب أن تختفي من حياتنا إذا كنا نبحث عن مصر جديدة فعلا قصة من التاريخ لما عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس تولى فعزل كل قضاة الحجاج فواحد منهم بيقوله إنني لم أعمل معه إلا يوما فقال له يكفيني أنه رضي عنك الكريتيريا بتاعتك مواصفاتك كانت ماتشنج معه ومتوافقة معه فأنت ما تنفعنيش فالواضح أن هناك من يغلب التنافس السياسي على مصلحة الوطن يعني رأينا مشهد سياسي في مر حياتنا أنا أتمنى أننا ننسى رمز كان في يوم من الأيام بيقدم نفسه كرئيس مصر بيقعد مع وفد رجال أعمال أمريكان يقول لهم ما تتعونوش مع مرسي لأن البلد فيها اضطرابات هذه التصفية التصفية الحسابات السياسية لا أنا ما عليش يقولي مين أنا مش أقول لست حمدين صباحي لما قابل وفد رجال الأعمال الأمريكان بس هو نفع نفع أنه قيل هذه الكلمات ينفي عشان بس أكون دقيقة من حقه أنه ينفي وأنا من حقه أن أقول تمام فأنت بتقولي أنه هو جلس مع رجال الأعمال وأطلب منهم ألا أنتعاموش هو أحد رجال الأعمال الأمريكان قال أنا صدمت أن فيه شخص يقامر بمصلحة بلده بهذا الشكل فأن الرئيس يحقق مطلب شعبي بالغاء الإعلان الدستوري المكبل اللي الناس اعتصمت في التحرير عشانه كان رائع جدا وهذا الإعلان الدستوري كان سلب لسلطة التشريع من الجيش اللي كان بيدعي أو من المجلس العسكري اللي كان بيدعي الحياد فلما الرئيس صحح هذا الموقف كان يجب أن نهنئه على هذه الخطوة إن كنا نريد استفاف من أجل مصر القضية الثانية السوابق التاريخية كلها بتقول إن لما المستشار ماهر عبد الواحد أصدر حسن مبارك قرارا بتعيينه رئيس الدستوري العليا ما قالوش استقيل من منصبك كنائب عام إنما هذه من إطلاقات السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية أصدر قرار يا ماهر بي عبد الواحد يا رئيس يا نائب عام فضل روح ما استأذنهوش إنما حكاية بقى إن عبد جيد بي محمود ضحك على المستشار الغرياني والمستشار مكي وقال لهم أنا ما كنتش أعرف إن الفاتيكان بعيدة ده كلام يعني يدينه هو لأنه يشكك فيه مصداقية رجل يفترض فيه الحيدة والنزاة المتباكون على القضاء الآن يعلمون أن مصر أقل لدولة في تنسبة تنفيذ الأحكام في العالم وهذا سبب كبير لهروب المستثمرين بلد ملهاش كبير القاضي بيصلح كراسات بيحكم لحضرتك وبإدواري بقى على مين هينفز لك هذا الحكم ثم الفرحانين بالمكاسب يقول لك لا القضاء شامخ شامخ بأمرت إيه القاضي ضرب في شارع عبدالخالق صروت حينما اعترض على تزوير القضاء المستشارة نوها الزيني في 2005 قالت أن مصر فيها قضاء منبطح يوم 24 في المصر اليوم 24 نوفمبر تاني يوم في 25 نوفمبر 2005 في المصر اليوم أشرف البرودي المستشار الجليل أشرف البرودي قال أتفق مع نوها الزيني بخصوص أن مصر قضاءها منبطح المجموعة الخمسين قاضي اللي بيهلله حوالين النائب العام والمستشار الزند اللي هو حاليا متهم المستشار الزند متهم أمام الكاسب غير المشروع والأستاذ عصامي يعلم ذلك كان لابد كان لابد أن يدافع عن النائب العام الذي تخصص طيلة خدمته طيلة مدة خدمته على حفظ البلاغات أنا كنت بقول لحضراتك قبل ما نطلع هواف إيه إن لو أنا أنا مواطن عندي عشر قضايا بيديهم لمكتب محامي خسر تسع قضايا هل هخلي القضايا العشرة عنده؟ النائب العام هو محامي الشعب وخسر كل قضايا الشهدة وخسر كل قضايا ضد نظام مبارك فهل أصر على أن هذا الرجل يصلح محامي الشعب وهو ده اللي هيجيب حقوقنا؟ عصام سلطان قدم تمانية وتلاتين بلاغ في شفيق اترموا في تلاجة النائب العام لغاية محمد دي شفيق سافر وطلع علينا لسانه عشان بيعمل عمرة في ستة شهور وبعد كده النائب العام افتكر أنه يصلح الصورة بإحالته للتحقيق الأستاذ سامي حشور كان حاضر النهاردة في الهليلة بتاعة عودة النائب العام اللي ضحك على الرئاسة السامي حشور ملوش مبرر الوجود ولكنه صاحب مصلحة كلنا يذكر أن رئيس نيابات الشرق اسكندرية عبد الرحمن الطحان في واحد وتلاتين سبعة الفين وتمانية أمر بإخلاء سبيل محمد ناجي جابر المحامي بكفالة خمسمائة جنيه لأنه ضبط بيجاوب في كلية حقوق جامعة اسكندرية بس فرع بيروت ما كان ابن سامي حشور والنائب العام ترمخ على القضية فسامي عشور بيرد الجميل إنما يوم بحكمة البستويسي ومكي القضاء الشرفاء غاب سامي عشور ومحضرش الهليلة اللي حضر محمد مرسي وعلشان كده اعتقل سبع شهور يوم أن كان يدافع عن القضاء بحق مش قضاء الامتيازات وقضاء تزوير الانتخابات أنا بس هتحفظ على حاجتين هتحفظ على كلمة القضاء المنبطح حضرتك عشان بس نبطخين ده تعبير المستشار النهار الزيني تعبير المستشار النهار الزيني أنا بأعلن تحفظي على ده أنا ما قدرش أقول الكلام لا هو في توضيح في 30 ثانية إننا كلنا متفقين أن مصر عاشت فترة فساد وأن هذا الفساد لمس كل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء لأنه مش في معزل ليس القضاء بمعزل وإن كان فيه شرفاء هم الأغلبية لكنهم في الصفوف الخلفي بتحفظ أيضا على ما قيل حول الأساس سامح عشور والمستشار الزيند ولهم كل الحق فيه الرد عن ذلك ده بتحفظ عليه عشان بوضحين يعني بوضحين في التحفظ رأيك إيه فيما قاله الأساس رأيي أنه هو ماخذ المنحة مختلفة لأنه بتكلم عنه حريك بتكلم على القانون على المسلك القانون على الدستور والقانون أنا يعني أنا قلت في البداية أنا ضد ممارسات النقب العام ده ما فيهاش مناش وأنا من الذين قدموا بلغات وحفظت قبل المخلوع وبعد المخلوع مش هذه القضية إنما القضية إن أنت في دولة بترسي دولة جديدة تحترم الدستور والقانون الدستور يمنع العزل ويمنع الإقصاء بهذا الشكل سواء كان القضي أو وكيل النياب أو نائب عام والدستور من قبله طيب إيه كانت الطرق اللي كان ممكن يستخدم دينها لو حضرتك بقى لو طرق أول نمرة واحد حقيقة يعني الموقع النائب العام موقع من الموقع الهامة جدا والحساسة جدا في المجتمع وأي رئيس دولة بيجي المفترض أن النائب العام بي نفسه بيقدم استقالته تحت للرئيس إلى أن يتم التشاور استمر أو لا تستمر لأن ده تعامل تعامل حيتم على إدارة مستوى الدولة ده ما حصلش منه نمرة اتنين كان عندنا طرق كتير يعني قانون القضاء قانون السلطة القضائية اللي بيحكم هذه المسألة محدد الطرق بيعامل النيابة عضاء النيابة أنهم يعاملوا معاملة القضاء في عدم القابلية للعزل لكنه يعاملهم في مسألة المسألة التأديبية فإذا كان هناك تجاوزات وأخطاء فادحة وجسيمة كان يمكن أن يقدم طلب بشأن الدعوة التأديبية وتم محاسبة على ما تلقف من الأخطاء خاصة وأنه قد أضار قضايا قتل السوار بطريقة مريبة جدا وفتت الأدلة على مستوى الجمهورية ووزع القضية على عدة دوائر على مستوى الجمهورية ليمنع دائرة بعينها أو محكمة بعينها تجمع كل هذه القضايا وتنظرها نمرة اتنين أنه عندك طريقة أخرى أنه كان من الممكن رفع دعوة مخصمة عليه من الذين ضيروا من طريقة إدارة القضية بعينها ويتم مسألته على هذه الأساس وإذا تم ثبوت ده قانونيا وقضائيا بيعزل مش بس الأمر الثالث يعني إذا ما كان دا وده مش كافي فكان فيه طريقتين تانيين إما كان يصدق قرار بتعديل المادة المتعلقة من اللي بيعين النائب العام رئيس الجمهورية المادة 119 كان قبل تعديل 84 والتأرير اللي أنت أقولته ده تأرير دقيق لغاية سنة 84 كان من الممكن أن النائب العامة والنائب العامة اللي همش الحصانة إنما أرباء في قانون تعديل السلطة فكان من الممكن أنه يتم تعديل النص بأنه يحدده بمدة معينة يعني يقول أربع سنين مثلا وهو مفروض بس أكمل الآخر الفكرة أو الطريقة الأخرى إنه كان ممكن أن يعدل السن اللي متعلق بخدمة القضاء ويرجعوا ستين من سبعين لخمسة وستين يبقى فضلوا شهر والمسألة تنتهي كل ده كل ده لن يتخذ واتبع طريق خطأ في النهاية حيقدة إلى إنه إحنا لبسنا الحيطة أو صدق ويعنا في مقزق إنه اللي حنستنى إن شاء الله قال لبقى إذا جه مجل الشعب وعد القانون السلطة القضائية طيب هل ده بيفتح الطريق لقرارات استثنائية يعني منذ البداية كان في وحركة قررتهم مجموعة من القرارات التي استضمت بصخرة القانون هل ده بيفتح طريق آخر لقرارات استثنائية تانية إنه إحنا نرجع بقى لفكرة المحاكمات الثورية نرجع لفكرة تانية يعني نسلك طريق آخر لا ما هو أصل حضرتك المحاكمات الثورية دي اللي كان ينبغى نتم من البداية هم ركنوا الكلام ده ومشوا في الطريق التخليدي بأسف الشديد من تعتقد أنه يمكن العودة لمحاكمات الثورية ولا إحنا خلاص رجع مشينا في طريق ما ينفعش لا أنت دلوقتي عندك طريق لازم تسلكي أولا وهو مسألة النقد سواء في قضية بتاعة الجمال أو القضاءة الأخرى عندما ينتهي القضية انطعن في النقد وسواء أنه يقضي بنقد الحكم فيعد لمحكمة مرة أخرى يعطر الأمور من جديد أو أنه إذا ما حكمتش محكمة النقد في هذه الحالة إذا كان في أديلة جديدة بوقائع جديدة لم تكن مطروحة على القضاء من الممكن التحريك أستاذ نور الدين كان دايما الإخوان في صف في النظام السابق في صف استقلال القضاء دايما كانوا بيسندوا استقلال ده هل دلوقتي إحنا بنتكلم على تغير في هذا المنهج وإحنا بنشوف تغير في هذا المنهج وأن الهدف بقى يا جماعة ما هو ربما يدعو ذلك لهدم الاستقرار يعني كلام المستشار ميكي النهاردة مثلا أنه هناك البعض من حاول أن يزج بالقضاء إلى عالم السياسة أو إلى فتنة السياسة وهذا يهدد الاستقرار يعني تقريبا أنا أقولش بدقة الكلام بس تقريبا في مجمله هو مقاله أنا هنا شايفة تغير في المواقف من بين ناس كانت مع استقلال القضاء قولا وحدا مع أن القاضي يقول رأيه وجهة نظره في السياسة إلى رأي آخر لا يعني أنا مصر على أن الرئيس مرسي كان ذكي جدا في هذا القرار لسبب الرئيس مرسي يعمل في ظروف استثنائية جدا أول رئيس منتخب لمصر رئيس مستلم دولة وشعب جراحه متعددة من جراح مدية واقتصادية وخلخلة في التكوين الوعي وتكوين الثقافة وحتى الفكر السياسي لأن السياسة كانت عندنا مجرمة يعني المخدرات كانت أقل تجريما من السياسة فممكن الحصول عليها في أي شأن في الجامعة لا في الجامعة ولا في الأحزاب حتى يعني الحزب الوسط وقف على باب لجنة الأحزاب طول عمره علشان ياخد تصريح يعني فالسياسة كانت مجرمة فهذا الشعب مش كده النهاردة الرئيس مرسي الرئيس مرسي لما جه أراد أن يقول أن مصر ليست ملك لا المرسي ولا الإخوان وأنما هو سيكون حلقة في سلسلة مصر المتصلة مصر ستستمر بعد مرسي كما استمرت قبله أرجع تاني فكرة استقلال القضاء هناك تغير في المواقف الرئيس مرسي لم يغب عنه أنه السلطة التشريعية في إيده وأنه لو نزل أصدر تشريع بكرة بإن إقالة سن الإقالة للمعاش أو إحالة للمعاش 60 سنة كل رموز الماضي هتروح وهيفتح الباب للشباب ولكن الرجل ترك المجلس العسكري يعمل وترك إدى فرصة للكمالي الجنزوري أو حتى قبل ما يصير رئيس حزب الحريوع العدالة كان لسه البرلمان موجود ترك الصوار كانوا بيقولوا لا يرحل الجنزوري قلنا لهم يا جماعة دولوا فرصة ترك فرصة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أو للتنظيم والإدارة إدى فرصة للنائب العام أن يفتح صفحة جديدة لأنه هو مش داخل هلاكو الجبار هو أعطى للنائب العام فرصة أن يطوي صفحة الماضي ولم يستخدم سلطاته لا الثورية ولا الدستورية في أن يقول له ارحل يعني هنا بس في لخبارتها شوية في المفاهيم هو أعطاه فرصة فأخطأ فأرد أن يبعده ولا إيه بالظهر نعم يعني هو حضرتك ألم يكن النائب العام يعني هل هينا بنتكلم هنا عن الجمل عن الجمل بالذات لا ليس الجمل لا حريك بتقولي أنه أعطاه فرصة يعني حريك بتقولي من يوم ما أصبح دكتور مرسي رئيسا حتى هذه اللحظة هو أعطى أعطى النائب العام فرصة هل كل الجملة دي سليمة أن النائب العام الرئيس يعطي النائب العام فرصة يعني النائب العام هل لم يتسطر على شفي ويعطيه الحماية القانونية حتى يفر من يد العدالة ده أنا معرفش ده أنا معرفش ده وحتى الآن على فكرة ما طلبش الانتربول الدولي بالأبض عليه رغم أن التلفزيون بيصور معاه يعني المزعين بيصفروا فكرة أن الرئيس يعطي النائب العام فرصة النائب العام مفروض بيباشر هو النائب العام هو الأمين العام على الدعوة العمومية ومحام الشعب وبالتالي مسئوليته ما يستمدها من الدستور ومن القانون فإذا أخلى بهذه المسئولية واجب على الرئيس الجمهورية أن يتعامل معه بالطريقة القانونية والدستورية برضه يعني لو أنه استدعى في البداية وقال له أحنا مش هنعرف نشتغل مع بعض فشوف مخرج عايز تتفضل تستقيل تتفضل عايز ترجع القضاءة ترجع إلى آخر إنما يترك كميليات من يوم إلى أن يأتي في واقعة تتعلق بمقاعة الجمل مش هو المحققها بس احنا اكتشفنا حاجة أن عوارق الفاتيكان مقدمة من 15 يوم إحنا لن معلق طيب ما فيش علاقة بالمئة يوم لن معلق لا ما فيش علاقة بواقعة الجمل لا لأن وقعة الجمل الحكم صدر يوم الأربع والقرار صدر يوم الخميس الحكم صدر يوم الأربع والقرار صدر يوم الخميس الانجيشيشن أو المقفاوضات مع دولة الفاتيكان تسبق هذا الأمر الأخر ده هو غير جائز ده على فكرة كمان ده هو غير جائز بعد انتهاء السن القانون إن يعينه سفير حتى يعني لا يجوز ده مخالفة القانونية أخرى إنما أنا بتكلم أي مادة في أي قانون اللي بتقول الكلام ده قانون وزارة الخارجية بيقول إيه بأن المفروض فيه سنة معين لإنهاء الخدمة بيخرج بخدمة لا لا هذه المناصف دبلماسية ليس موظف حكوم لا لا زي شيخ الأظهر ليس موظف حكوم لا 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 يقال عند سن السبين لا لا له مرتبط بسن الخدمة معنا وبيخرج عليها وبالتالي هو لما يكون معدي ده عنده 67 سنة لازم يتمدله بأمر أو بقرار لكن أساس تعيينه يبقى صحيح أساس التعيين ما بيبقاش قبل نعم هي المسألة مش في دي المسألة إن بهدولة يعني الفاتيكان ما بحاشت الجالية فمش عايزة تعب يعني فهو برضو قدر ظروفه الصحية هيقعاده في دولة هو السفير وهو الجالية ففكرة جيدة يعني يعني ده مش ما هي أحناء بنتكلم في كلام لا أنا مش بنتكلم فكرة جيدة ومش جيدة بس بنتكلم في قانون هو ما يحدث ما يحدث على ساحة الوطن آه ما هو مهرجان اسمه مهرجان اسمه مهرجان اسمه البراءة للجميع لما بشار الناس تنكت بشار مقدم طلب بشار مقدم طلب إنه يتحاكم عندنا بدأ من المحاكم بتاعتنا سبهلالة كده بشار القاسد قالك أنا بتحفظ تاني على المحاكم السبهلالة بعتحفظ تاني على الجملة دي لأن أنا ما قدرش أقولها وما ينفعش انا مش ضد الكلام دي احنا كلنا بنعاني منهم إنما أنا عشان أعاجي المسألة بطريقة صحيحة ألي أنا ألتزم بالدستور والقانون الآن لدينا في اثنين أنت النهاردة حتضطر تصبر عليك أمان ثلاث سنين يعني أنت بعد المكشير المتسبب يعني الوضع المحاكم هو ما لديك هناك وزير عادل المستشار أحمد ميكي هناك نائب رئيس جمهورية المستشار محمود ميكي اثنين قامت قضايا هناك المستشار الغرياني محمد فؤاد جدال المستشار قراري للرئيس أنا مش عارف حقيقة إزاي يعني إزاي تفوت عليهم مسألة في هذا الشكل إزاي يديروا المسألة بازلتا القرار متوافق تماما وسبقوا قرار لا يا سيد أنت مش قانوني أنا بكلم مثال القانونية يسعيل قانونية يهון يا لا يجوز أبدا قرار تعيين ماهري عبدالله قرار تعيين ماهري عبدالله Gesundheits القرار تعيين ماهري عبدالله المقرار كان سبقته إقالة سبقته إقالة أجبني لحظة واحدha سبقته إقالة لحظة واحدha أنت تعلم منين ان هو قدم استقاله وما قدمش استقاله مين? انا بسألك. انا بسألك. انا بسألك. انت تعلم من اين? اخر قرار. المستشار احمد مك. الذي يعين وزيرا للعب. هل هل استقال? كان منصبه ايه? كان مستشار بس ما كانش نائب عام. قال لقدم استقالة? وهو ايوه. ليس من اعرائي. هو قبلة. هو قبلة. في تشاور قبلها ويقول له. في تشاور وعشان كده ما قولك هو لحك عليه. قال له انا ما كنتش عارف. وافئ دي انا اعرفه. وافئ يا فان. وافئ. بص حضرتك حالك بتقول وافئ? هو بيقول ما وافئش. بس. ما احنا جايين عشان نقوله جتاين نظر. طيب. هو بيقول ما وافئش. انا بقوله وافئ. اه بس يعني احنا. يعني معلم. المعلم وافئ. وقال انا قلت الوافقة ملتبسة. مش عارف يعني ملتبسة بصراحة. طيب. انا اخد كل مشهد اخر اه 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 اه. الملتبسة دي اللي قالها برضو اه مستشار ميكي. انا ما سمعتاش من نابل. والمستشار ميكي مصدق عني. اه. يعني عند حضرتك. احنا نتعرف بنشك في في الهواء يعني. المستشار ميكي حاكمه حسن مبارك. فمصدق عندي. لا انا عدو 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 عدوك صديقك. ده مستشار مين فيهم ان يتوصد. احمد ميكي. محمود ميكي في. اه. محمود راجل محترم طبع. اه. يعني عمود طريق مضانع. عموما. 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 عموما لسا انا ده مش وقت. طيب. اه 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 اه. مشهد موازي كان مشهد التحرير بالامس. هو ده مشهد موازي للمشهد ده. وهو جزء من هذا المشهد الحقيقي. لا يتغضى عنه. اه 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 جهات سورية ومجموعات سورية قررت ان تنزل الى ميدان التحرير اللي تعبر عن رأيها في الميتيوم والحساب والنايب. لا كل شيء. ثم اه اه الاخوان المسلمين وهذا المشهد الادامي اللي انا بقول لكم ان ما فيش مليم هيدخل مصر لمدة طويلة بعد هزا المشهد الحقيقي. المشهد مأساوي. موقع جمل اخرى. وموقع جمل اخرى. من المسؤول عن هذا المشهد سيد اه استاذ عيسام. طبعا اللي هما هجموا على يعني انت عامل في منصة موجودة والناس بتتكلم. انت مش عاجبك هذا كلام. روح عامل منصة مقابلة وتكلم فيه. كما كان هيحدث طول احداث الثور. ما كان بيبقى فيه تلت اربعة خمس منصات. ليه هزا الاحتكاك وهزا الاخلاف والضرب. ليه اشتباك ده? من امتى? طب هو ده منهج للمقاعة الجمل. عندما اختلفوا ما مجرهمش بالحوار. راحوا جابوا جمال والسنج ومطاوه جاين يضربوا ونفس المنج. هل تحول الجماعة الاخوان المسلمين مرة اخرى? هل تحولوا بقى عندما اصبحوا في في سدة الحكم? هل تحولوا الى النظام وبالتالي عليهم ان يطردوا المعارضة من الميدان? لا هي كلمة الاخوان في سدة الحكم هزي كلمة تردد اعلاميا انما هم مش في سدة الحكم حاليا. لما يكون الرئيس الاخوان ايه? لا الوزارة الحالية الرئيس رئيس مصر ولم ينتخبه الاخوان المسلمون. لان اصوات الاخوان المسلمين ما تنجحش الرئيس. انما هو استقال من الاخوان. هو استقال من الاخوان واستقال من الحرية والعدالة. استقال من مكتب الارشاد يا فتا. من مكتب الارشاد. اه لكن ما زال عضوه في الجماعة. اه لكن ما زال عضوه في الجماعة وقال ذلك. يسأل فيها هذا. لا لا هو قال ذلك. هو قال ذلك. انما قضية قضية اه التحرير كان ونازل ويجب ان يزل يسعى الجميع. القضية انه لما بعض النشاطاء يكتبوا مع فيسبوك قبلها باسبوع. آآ لو نزل الاخوان آآ هنضربهم. طب ما تضرب. الاخوان طول عمرهم الامن المركزي بضربهم وامن الدولة بضربهم. ما يضربهم. وحتى صاريل بضربهم في حماس والنهار ده غزة مضروبة. اضرب مفيش مشكلة. انما انا لن يرضعني آآ آآ هذا الاسلوب في التطول وقلة الادب. لن يرضعني. انا برضو بتحفز على فكرة متقلة الادب. اه لما 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 يتنزح حجابهم. آآ مين اللي عمل كده برضو. وقتبساتت حرق. ما هو يعني. هو لما يعمل يبقى لازم الاخوان. انما لما يتعامل فيهم يبقى ما نعرفش مين اللي عمل. يعني. ايوا مين اللي عمل ده. ما هو مش انتو الحكومة قلولنا. يعني الحكومة تقول لنا مين اللي عمل ده ده. نحن عندنا روايبين للوزن. وزير الداخلية ده دوره. وعلى فكرة هو دور النقب العام بالمناسبة. يعني يباشر تحقيقات ان كان في مصر نيابة. يعني انا. انا مضحفز برضو عالكلمة دي لانه ما ينفعش نعرض لا بالنيابة ولا بالاضاء ولا. هزي مهزسات هزي مهزسات هي اساس الحكم في مصر. انا بنهد سيادة القانون والدستور وبعدين نوعه في نصر. صدر قرار بالتحقيق في احناس الامس من النيابة. ما حدث كان في نيابة قصر النيل في دايرتها. ولم يصدر اي تحقيق. فده السؤال. يعني ايه لم يصدر اي تحقيق? يعني ايه لم يصدر اي تحقيق? في قرار اتهم لحد. فيه افضع لحد. فيه افضع ايه. الله اعلم انت اما انا. في جامع تحريات تم. الله اعلم. انا اقول لي سعدتك. في شهر سبعا اللي فات. اشلتكلم على حدث امس. انا العادة اخطأ ما يقولش لاه. لس لا شايف ان وزير الدخلية اخطأ? انت اللي بتقول مش انا. لا انا ما قلتش حاجة انا اللي بقوله ان على النيابة ان تقوم بدورها. طيب. بس. بس. طيب ما عملتش. انما. استاذ عسام انت ترى ان النيابة لم تقوم بدورها في في عمل الامس? حتى المسألة ما نقدرش ان في اربعة عشرين ساعة نحكم بدها. يعني شوف البلغات اللي تقدمت النيابة هتصرف فيها ازاي? هتستدعي الناس ولا مش هتستدعيها. من المسؤول عن مشهد الامس? اه اه الداخلية مسؤولة. النيابة العامة ينبغي ان تحقق في الجرائم. رئيس الجمهورية مسؤول على ان يترك جماعة ليس لها صفة قانونية. اه? في دولة ويقال فين اتشدت القانون? وتنزل وتعمل هزا الافعال وتقول انا بتصدر وانا بتصر. ده بينقلنا لقضية اخرى. جماعة الاخوان المسلمين. وآآآ كما يقول الاستاذ عصام ليس لها صفة قانونية. لماذا لا تريد الجماعة يعني يحرك زكار? عندهم حرية وعدال. استخدام حرية وعدال. ومعك حق. وحزب الوسط فضل تحت التأسيس وحزب الكرامة. ده هم حربوا كمان الوسط. وكنتم واقفين الى جانبهم آآ. وفصلوا ناس لمدة طويلة لكي يحصلوا على هذا التصريح. لا ما اقفوش جانبهم. طي يعني ماشي. لماذا لا لم لماذا لم يقنن وضع الجماعة حتى لا. تمام سؤال مهم جدا. وآآ وضروري. ويمكن ملاحي كمان. الشعر بيقول وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين الصخط تبدي المساوية. طيب. عين الصخط تبدي المساوية. فآآ اين ترخيص جماعة ستة ابريل? ما هي ده مش حزب. اين ترخيص كفاية? لا الحزب موجود ومعلن وله رخصته. وحزب الحرية والعدالة احنا بتتكلم عن جماعة الخاصة من مين? حزب الحرية والعدالة مشهر وفقا لقواعد لجنة الاحزاب. هم? انما احنا بتكلم عن اخوان مسلمين ترخيصهم فين? فين ترخيص حركة كفاية? هم? فين? تمام. فين ترخيص حركة كفاية. وحركة ستة ابريل. وحركة داعة انها حزب. فين ترخيص يا سياد. طب واحد ده. لو الاخرية والمسلمين مش حزب. مش الاخوان المسلمين مش حزب. مش حزب. ما الحرية والعدالة ايه? هو الاخوان المسلمين ما الحرية والعدالة? لا يعني مش حرية والعدالة ده مش زراع السياسي او الحزب او التنظيم السياسي اللي نبع من الاخوان المسلمين. حضرتك بتكلم عن اخوان ولا الحرية والعدالة? انا الاخوان حاجة والحرورة دا الحاجة من عارف والله انت هتقول لي الحرورة والعدالة دي ايه مش ده الحزب السياسي المنبسط من الجماعة بقامته الاخوان انما بعد كده في عضو مسيحي يبقى الجماعة مفروض انها تقنى الواضع تبقى قانون الجمعيات لما يزل قانون جمعيات لما يزل قانون انا بعمل حاجة خارج القانون وقول لي يعني بتعمل قانون تفصيل يا استاذي هي الحركات المقومة هو التنظيم الزباط الأحرار كان حاصل على الرخصة. يا عامل ده بتكلم على الحاجة بتقوم بصورة. انت قمت بصورة? انا انا حركة معارضة. انت معارضة مين? اذا كان حزبك موجود في الحق. ما باخدش رخصة. حينما يتم صياغة قانون. لما يتم. ده مين في. يعني انت تستمر بعيدا عن القانون عشان يجهزوا لك القانون يتفصل ليك. سواء تحضاتك شايفنا انا لوحدة ليه? ما انت وغيرة. انت وغيرة كله. طب استاذ ايسان. لما خلينا ناخد من كلام. لانه ضرب نسيط القانون. ايه مخاوف ان تبقى الجماعة اه بهذا. يا صور. لانه ضربه خرق للقانون يا استاذة. القانون بينظم الجماعيات وبينظم الاحزاب. انت بقى لك حزب الحرية وعدالة دخل واشتغل تمام. انت بقى وضعك ايه? انا حركة فكري. فين اموالك? الافكار. اموال. احنا داخلين على انتخابات. نعم. كمين? والجماعة بتدعم اه وبتناصر اه بكل الاشكال وكل اه يعني الوسائل اه اه مرشحي. الحرية والعدالة. صح ولا لأ? صح. اذا هناك اموال رايحة جاية مش عارفين رايحة فين. يعني برضو ده اه يعني قلق اه مشروع. انا قولي سعادة. يعني ربنا في صورة النور قال ايه? استلقوناه بالسيناتكم. يعني ايه? يعني كنتوا بترددوا بتاخد من من لسانه وتقول. انا بينا على من الدعا. طب ما انا بس اعلى حضرتك اوه? اذا كان حضرتك لديك ما يفيد ان الاخوان فيها تجاوزات. يا سيدي بغض النظر فيها او ما فيها. انا يعرف من اين? يعرف من اين? اه. لابد ان تخضع. سواء فيها تجاوز او ما فيهاش. لابد ان تخضع. زي اي جمعية مشهرة ومؤسسة. احنا دلوقتي في دولة ما بقيناش في عزبة. المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. قال ان كل كيانات مصر بما فيها الياس الكمورية. يجب ان تخضع والمخابرات. والمقننة. وما فيها اوضاع مقننة. والاخوان المسلمين ستخضع. لا اخوان المسلمين فين. لا يعني لماذا لا نلتزم بالقواعد الحالية ولم هتنغير القواعد دي ولم هتنغير القواعد دي ولم هتنغير القواعد جديدة. ويعد له القانون خاص. لما نزلنا لما نزلنا عملنا ثورة في التندل التحرير. خدنا تصريح من حبيب العدلي. بس عايز اقول ان الترفين اللي على المائدة الاتنين من الثورة يعني. يعني الاستاذ عسامل السامبولي وحضرتك والاستاذ نور الديني يعني عشان بس ما نفرقش يعني الثورة هنا. هو السؤال الحركات الى المعارضة بتاخد تصريح من الخصم. وانا لو كنت قدمت. حرقات المعارضة. اكمل بس لو سمعت. اكمل لو سمعت. انا بنتكلم في حالة. مش وين حركة معارضة؟ طبعا. معارضة. طبعا. 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 ماشي. حركة معارضة انا عايز ارد. مش حزب ومارس سياسة. طب انا هسكت. ايوة ما هسكت. انا بدي ايوة. الحركات المعارضة ازاي يعني يا استاذ نور الديني؟ الاخران المسلمون. معارضة المين هنا دلوقتي؟ الاخران المسلمون. اثناء فترة حكم عبدالناصر والسادات ومبارك. كانت حركة مصرح لها بالوجود. ام خارجي على القانون. ومحظورة. لغاية سنة الثلاثة الخمسين. وتقدم فضيلة الاستاذ المرشد. وهو محامي. استاذ عمر التلمساني. ايه. بدعوة امام القضايا الاداري. يطلب فيها بإلغاء بعادة الترخيص للجماعة وفقا للقانون. لان لها رخصة سابقة. وتحكم فيها. والعسكر كانوا سحبوه. ما اتحكمش لغاية النهاردة. الان. الان. ما اتحكمش لغاية النهاردة. انا اقول لك الوقت صدر. الف المية. الف المية. ما تتكلمش حاجة غير قانونية. لا يا فندي ما تتكلم. القرار صدر في اربعة وخمسين. صدر قرارين. في يناير وفي ديسمبر. بعدها في سنة تمانية وسبعين تقدم الاستاذ عمر التلمساني ومعه اتنين اخرين. الاستاذ توفيق الشاوي ومحمد حمد ابو النصر. ورفعوا دعوة في محكمة قضايا الاداري. تعنا على وكيفوا الدعوة مرتين. غيروا حتى في طلبات الدعوة. قضية في هذه الدعوة في تنين وتسعين. بعدم قبول الدعوة. لان القرار الاداري اللي بيطعانوا عليه. تحصنا بمقتدر الدستور ستة وخمسين. طيب. طيب. وبعدين راحوا. بس حاولي حضرت. اه. رفعوا دعوة تعنى على هذا الحكم. واقف فيه هذا التعنى ولما يبت فيه. فالحكم صادر. انا بنتكلم على الان. لكن خلوني اسمع رأي الناس. طيب. سبنا بقى مين هو انتم. خلونا نسمع رأي الناس ونرجع. لان انت انت لصاحب المصلح. هو للمحكمة. طيب. نرجعتين. طيب. مال. نسمع نسمع صد. نسمع رأي الناس في الدقائق القليلة المتبقية. سلوة من قائرة تفضلي يا سلوة. اه. عفوا. اتفضلي مين معي مونة? مادام سلوة. سلوة. انا اسفة معلش. اتفضلي يا فن مسكندري. اتفضلي يا فن. يعني اه. استاذ الاميز هم ضربوا الجيش الاول. وبعدين القضاء. وبعدين حنخش على الا. حنخش على موشة الجمهورية. وبعدين حنخش على شيخ الازغر. يبقى كده ضربوا مؤسسات الدولة كلها. ده احتلال اخواني تلفي. في البلد. واحنا مش عارفين نعمل ايه في البلد. شكرا يا مدام سلوة مونة من القاهرة. اتفضلي يا مونة. ايوة يا مدام اللهين. اهلا مدام. اهلا مدام. انا بس كنت عايزة اتكلم على الاستاذ اه نور الدين. اه هو الحقيقة هو داخل داخل اجامد اوي بسيء للفريق احمد شافيق. انا اول حاجة احنا بكرة هنقدم بلاغ ضده. لإساءة سمعة رمز من رموز مصر مراشح تابق لرئاسة جمهورية. وهو يعني كده بيهين كل نص المنتخبين نص اه الشعب اللي انتخبوا بيهين كل دول. كل ما بيسيقلوا بينتخبوا. وبعدين بيقول اه كل حاجة طبعا هم التهم الفرغة اللي هم بيه 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 بيحيلوها عليه والبلاغات وكل الكلام الفرغ ده كله مش هينفع. لان هو اول واحد عرف ان ديه حاجات كلها اكذيب. شكرا. وطهم وبعدين الفريق شافيق يسافر زي ما هو عايز ويرجع زي ما عايز ويعود برا زي ما عايز. يعود سنة تين يرجع بكرة هو حول. شكرا يا مونة آآ مونة حتقدم بلاغ آآ في مقاراة استاذ نور. خالد ملمانيا تفضل يا خالد. اه لو صعب عليكم. عليكم السلام يا فان تفضل. انا بس عاجز اثر كم سؤال للأستاذ موردين. تفضل. اه السؤال الاول بس. هو الاستاذ نور نفسه في حالة تخرجة القلية الحربية. قال لك ان الجيش ادى وجبه وسئليننا السلطة كاملة يبقى بابير دستور مكمل. دي كلام من كلامة الاخوان. الحاجة الثانية الدكتور مورسي اخفن كمان ما اختروش الشعب كوله نفته نجح بالنسبة خمسين في المائة واحد وخمسين في المائة او حمسين في المائة. في في biblical جيرا كلها ما وبيتش الدكتور مورسي. واللي اقصد لدكتور مورسي اقصد conflicts حبا في الدكتور مرس عشان شافي النقطة التالتة بقى بالنسبة للإخوان المسلمين هم ليه مش عايزين ينضمن القانون الجمايات عايزين يفسروا حاجة على قدهم. شكرا يا خالد معليش عشان الوقت. شكرا يا خالد دكتور محمد العادل القيادي بالتهار الشعبي. مساء الخير يا دكتور مساء الخير ومساء الخير آآ لكل ضيوف خضرتك. شكرا. أنا بس أقول للأستاذ نور. طبلا الجماعة لا يجب أن يقارنها بستة أبريل وكفاية حضرتك موجود. وليس معنى إن فيه جماعات غير قانونية إنك تتشف بما إنه ده غير قانونيين. ده هم دلوقتي يقولوا إيه أنا غير قانونيين لأن الجماعة غير قانونية. ده المنطق. المنطق حضرتك قديم وحضرتك في السلطة وحضرتك عايزين كويس. وحضرتك تقدر تشير الجماعة في أي وقت. قول إنك بالحاج تشيرها ده موضوع تاني. أنا بكلم حضرتك عشان لما تقول إن هذه القوة الثورية اللي قالت إنها نزل بالا. آآ آلث من أسبوع لو الأخوان نزلوا حنضربوا إن تبسلوا الحقيقة زيادة عنه لهم. أنتوا لم تكن موجودين في الصورة على مدى خماتاشر يوم. معروف إنه هناك قوة نزل. ومعروف إنه انتوا قد تحجي الدماء بالعام لأن انتوا ده كنتوا بتدفعوا عن دماء الشهداء أين كنتوا في محمد محمود لما ستونا في محمد محمود اللي تقتل عشان تجروا ركارات الدرلمان. دلوقتي بقى الشهداء شيء بازل نبوت عشانه. ونتحرك علشانه. لا يا استادي حضرتك تعلم كويس اوي. انا الجماعة مخطورة تعلم كويس اوي. ان ان الجماعة دلعت 18 انوار السادات ما جاه. وانتو يا دوب اخر 35 سنين عشان ما تتعوش انو انتو شوهداء. يعني لا انتو كنتم موجودين وكنتم موجودين لكم كتلة برلمانية طول برلمان في 2005. ويمكن ايام جمان عبداللاصر برضو كل موجودين. قلنا ان احنا هنواجمهم ولو بهم لا قصة انت قصة دلوقتي هذه اللي بقدر انهم يقولوا لو نزلوا الميدان هنضربهم. انا عمرنا ما ضربنا. ودخلنا الميدان مبارح مسلمين. عشان كده كان معنا بناتنا وبلادنا وستاتنا. اما الاخوان المسلمين فانا كانش معهم ولا واحدة ست. اما بتقول بيعروا الستات ويشيلوا الحاجات. ولا واحدة ست وتفرج على على الفيديوهات اذا لقيت واحدة مع الاخوان يبقى لك الكلام. كل ان في عربيات اتحلقت انا ضد ده. واخد بالك لكن ده ضد فعل. مش فعل. اتحلق لان الناس اتضرب اتبقى وزي ما حضرتك شايف كده انك بتكسر منصة. الله ما حدش اتضرب. ما حدش اتضرب زي الاخوان بس ما شكرهمش بحرقه. شكرا. شكرا يا دكتور. لا شكرا يا دكتور. ما نضوح مقيرة وده اخر تليفون عشان وقت. ما فيش تليفون. اتمنى في تليفون العكس يعني. ما فيش تليفونات يا التليفونات ملحة. مساء النور. والله كنت اتمنى يا استاذ نور الدين اكون معاك. ولكنك خلطت الجد بالهزج. ودخلت تقول نكت وبصر وخلافه. ولكنك في موقف صعب جدا بتهزر. وانت امين التسقيق في الحرية والعدالة. ما انا عايز اسدى ان المتمد بجد. لا تقدر تسدى. انا عايز اسدى ان المتمد بجد. انا مش محتاجة اكد لك. طيب. هقولك بس على حاجة الغيرة اوي. الاوي. اقول. هقولك على حاجة الغيرة. حضرتك بتقول ان المخلوع عين انها بالعام. نص الاساس لتدكاترة في الجماعات المصرية من جماعات الاخوان المسلمين. والحرية والعدالة. عينهم المخلوع. هل كل دول نعزلهم. مين يا فندي من اللي عين. هتلي حضرتك اسم. هتلي اسم واحد. سيبك حضرتك من نص وكل دي. هتلي اسم واحد. يا سيدي. يا سيدي. لا ما اسمعش. هتلي اسم واحد. هتلي اسم واحد. لا. لما تقول كلامي تسمع هسمعك. هتلي اسم واحد من الاخوان عينه حسن مبارك. مش افضل من اللي بيسمعوك. حضرتك هتلي اسم واحد عينه حسن مبارك. لازم لازم تتواضع في سماعك يا سيد المتواضعين لله الحمد لله إنما مش معنى كده إن أصدق كل حاجة لا خلاص يا أستاذ ممدوح أنا بشكرك وهو بيقول أنا عايز اسمه عايز اسمه واحد عينه وده برضو سؤال منطقي كلمات أخيرة علشان الوقت أستاذ عصام الأزمة لنتنفرج الأزمة تخننت حنتر نقع بتلات سنين إلى أن يتم الفرج بأي طريق حمان الطرق عشان نحل القصة أزمة النائب العام الأهم والأخطر إن احنا ننتبه إلى محاولة تصفية السلطة القضائية بتصفية المحكمة الدستورية ومجلس الدولة والقضاء العادي وربنا يستطيع وده هنعقد جلسات مطولة لمسودة الدستور وما بها ما يخص المرأة ما يخص المحكمة الدستورية وأشياء أخرى كثيرة أستاذ نور لك الكلمة الأخيرة الكلمة بكرر شكري لمستشاري الرئيس الذين وجهوا كرت أصفر للنائب العام نتمنى هناك قول قديم قيل لأحد المسؤولين كثرة شاكوك وقل شاكروك فإما اعتدلت وإما اعتزلت فإذا اعتدلت الأحوال فأهلا بكل المصريين في إدارة مصر سواء كان نائب عام أو غيره وإذا صار الأمر معوجا فلابد من تصحيحه وهذا دور رئيس الجمهورية المنتخم أشكركم شكرا جزيلا والفقرة القادمة مع المستشارين مقبل شاكر وأحمد متحد المرامي وفا دفصدي اشتركوا في القناة